أكد محافظ المينيا أسامة القاضي أن مديرية الصحة بالمحافظة أطلقت قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للكشف المجاني على المواطنين التي تم تنفيذها بقرية معصرة حجاج التابعة لمركز بني مزار خلال يومي الثامن والعشرين والتسع والعشرين من نوفمبر فأشار وكيل وزارة الصحة بالمينيا محمد نادي أن فعاليات القافلة أصفرت عن توقيع الكشف الطبي على ألفين وثلاث حالات مترددة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات لازمة لهم بالمجانة وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات